دايماً في أي مجال طبي يعني بيقولوا دايماً أنه الوقاية خيرهم من العلاقة مفترض أنه وخصوصاً طبعاً لما أكون بتكلم على أندية محترفة إدارتها بتصرف يعني مئة الملايين على نشاطات رياضية مختلفة وبالتالي اللعيبة دي هي ثروة ثروة للأندية وثروة أيضاً للمنتخبات الوطنية وبالتالي مهم جداً أعرف الخطوات الأولى الواجب يتبح عشان أعمل جزء الوقاية إيه المطلوب مني وخصوصاً مع أنه أنا يعني بحط في الاعتبار أنه فيه فروق فردية وفيه فروق جامعية فروق فردية على مستوى اللعبين وعلى مستوى نوع الرياضة وفروق جامعية على مستوى المشاركات لما يجي قارن الأهلي مثلاً كنادي في مصر مش ممكن أقارنه مع أي نادي تاني لأنه عدد مشاركاته وعدد بطولاته وعدد المباريات اللي بتخذها لعبته أكبر بكتير جداً من أي لعب تاني وبالتالي إزاي أعمل أو إزاي قيم أو أحط البرنامج اللي من خلاله أعمل الوقاية اللي لعبتي من درجات الإصابة المختلفة هو لازم من أول خالص يكون فيه خطوة الخطوة دي مش موجودة وأتمنى تبقى موجودة في النادي الأهلي وفي كل الأندية لازم يعني كبرى أو كل الأندية تبقى موجودة حاجة اسمها بمعنى اختبارات قبل ممارسة الرياضة من الأول خالص أو أنت حجيب لعب لازم تعمل اختبارات الاختبارات دي بتبقى إيه؟ ده بتبقى فيه أجهزة حديثة ممكن بعد الله حقاً أنا أعتقد أنه أي صفقة بيبرمها أي نادي في مصر وخصوصاً الأهلي بيخضع اللعب لكشف طبي كشف طبي حاجة والاختبارات دي حاجة تانية خالص عضل عضلة بتتميسك مفصل مفصل بتتميسك الكوة بتاعته العيب ينط بينط قد إيه؟ سرعته قد إيه؟ دي قياسات بدنية ولازم يكون عندك سيستم إلكتروني موجود الحاجات دي بتتم عن طريق أجهزة طبعاً أجهزة طبعاً والأجهزة موجودة عندنا في مصر؟ موجودة في مصر وفي أي نادي في مصر أو أندينة؟ في بعض الناس بتعمل في بعض الناس بتعمل حاجات فردي حاجات فردي بس مش حاجة فكرة عام فطرمحك بتعمل توعية الفكرة عام دي يبقى لازم بإداء حاجة فكرة عام لازم فيه حتى كمان عندنا فيه اختبارات قبل الممارسة لازم تشمل القلب الرياضي دي بدأت عليها توعية من 3-4 سنين مع مستشوى دينيل بيحاولوا بمنتهى الكوة إنه هو دخل المشروع دوت كبير وإنك نادي الأهل يرح عمل هناك زيارة وعملوا بعض الاختبارات فده مهم لكن بكلم عن إيه ده بس للقلب الرياضي لكن بقية الاختبارات ممارسة قبل ممارسة الرياضة مش موجودة طب نيجي نتكلم نحن من البيز لو حد حصل له إصابة فيه عنده بيانات كاملة كان بيقدي إزاي هتقدر تعرف بعد الإصابة رجع ولا مرجحش مزبوط لكن لو ما عندكش البيانات دي مقدرش أعرف هتقول له هوبو يلا هو بقى كويس بس يلا فمش هتقدر تعرف لكن هل استعاد حالته ما قبل الإصابة ده لا ما فيش حاجة تقدر لأ 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 هاجي لنقطة تكرار الإصابات دي نقطة وهاجي لنقطة عامل السن في التأثير على الرجوع من الإصابة هاجي لبس دي في التفاصيل لكن خلينا نكمل حاجة كنت بتقول طيب نيجي بقى النقطة تانية مثلا فيه تحليل بعض التحليل حديثة من 2014 ظهرت على مستوى العالم تحليل اسمه دي ان افت اللي هو البصمة الوراثية للإنسان الرياضي تعرف البصمة بتاعته اللي استشفاء بتاعته قد إيه انت لازم مش كل واحد في واحد الاسشفاء بتاعته بيحتاج لا 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 تفاصيل بقى تفاصيل اه تفاصيل في بصمة ورصيب اه اه للرياضيين للرياضيين احنا هنا منتخب مصر عامل التحليل منتخب مصر عامل اه في 2016 اه كان مدير الفامني في الوقت ده انا مش متذكر بس انا اللي انا متذكره اول ما ظهر على العالم ظهر في 2014 ظهر في 2014 واحنا دخلنا فيه بيديني ايه بقى التحليل ده بيتعامل حتى مرة واحدة ده هيقولك تاكل ايه وتقلل في ايه طبيعتك عندك قابلية لسمنة ولا لا الاستشفاء بتاعك في واحد لاعب محتاج يوم في استشفاء واحد محتاج تلات ايام فبالتالي مش كل الناس هتاخد نفس الجرعة ده كل ده بيتم عن طريق اجهزة ده مسحة بتتاخد مسحة من البقكة بتتاخد تاخد عشر سوال اعمل تاخد المسحة وبيتبعت التحليل يتعامل تزل نتيجة في خلال الاسبوعين تديني بقى ايه البيانات ده كتاب ده بيطلع كتاب كل حاجة بقى عنه فالطبقوا والمدرب ياخدوا ويطبقوا واللعب ياخدوا ويطبقوا يعني هنا احنا بنتكلم على فردية او خصوصية التعامل مع كل لاعب داخل الفرد الواحد بشكل مختلف يعني مش كله ممكن ياخد نفس الاعمال مش كله نفس الجرعة التدريبية مش كله نفس طريقة الاستشفاء او برامج الاستشفاء فيه اختلافات ممكن حسب البصمة الوراسية دي ممكن اقدر احدد اخد المانيوال زي ما بيقولوا موضوع العلمة بقى موضوع العلمة لما يدخل يبقى ايه حنرتقي طالما بنصرف ملايين يبقى الملايين بتصرف بحاجات بسيطة جنبها هتخلي فعلا ده استثمار احسن استثمار يعني لما تعمل بقى التحليل وتشوف المشاكل اللي موجودة الحقيقية نحل هل تعالى منحكي ان فيه لعيبة كتير بناجي نعملهم تحليل فيتامين دي يناقص مثلا وكالسيوم وده بيقدي الى فبالتالي محتاج منظومة كاملة متكاملة عشان مش تبص بقى على الاصابة لا على جسم الصحة ترتقي بالصحة تقلل الاصابة تقلل الامراض يعني مش نظرة فبالتالي محتاج كمان تعمل فايل الكتروني يعني يجي الوقت اللي لازم فيه فايل الكتروني لكل لعب موجود حضرتك عندك وقت تتابع كرة انا بتابع انا بحب الاهلي فبتابع دي طب هاي دي بقى اكيد تابعة الكامل كبير جدا من الاصابات التي تعرضت لي فرقة النادي الاهلي الموسم ده وده كان يعني المدخل الرئيسي لنا نحن نفكر في أن نحن نطرح ملف الطب الرياضي في مصر ونتشرف بمقابلة حضرتك هل يعني ما حاجت بتشوف التلات مواسم الاخيرة كلها على بعض الباكتج واحد من رأي طبيب طبعا ومتخصص هل القصة قصة فعلا تلاحهم مواسم وأنه مهما كان جودة التكوين العضلي أو الجسدي للعبة الكورة في عندها قدرة معينة وبصرف نظر عن سنها وبصرف نظر عاد هل في عندها قدرة معينة أو في مينمام معين أو ماكسيمام معين للعب عدد مباريات يقدر يلعبوا في الموسم الواحد هل الأسباب مرتبطة بفكرة تلاحهم المواسم منتدادها هل الأسباب مرتبطة بعدد أو كسرة عدد المنشاط اللي لعبتها لعبة الاهلي في التلات مواسم الأخيرة هل القصة مرتبطة بالأحمال وعايز أفهم الحقيقة إيه قصة الأحمال دي لأنه أنا من خلال المحللين كتير وطبعا أنا مش خبير سميات السينيريات مختلفة ناس بتقول أنه التفاوت الأحمال أو الأجهزات الكتير اللي بتخدها العيبة في نص الموسم في محاولة راحتهم كتهية واحدة من أهم أسباب الإصابة في ناس ثانية تقول لا والله ده كان شيء مهم جدا ومطلوب لأنه العيبة دي ما خدتش فترات راحة سلبية على مدار ثلاث مواسم وبالتالي كل ما يكون فيه فرصة أنك أنت تريحهم من الإجهاد يبقى تديهم أجازات القصة أو تفسير حضرتك لها ماشي كان إزاي أنا هارجع للنقطة زي ما بدأت لو فيه فايل طبي موجود حقيقي لكل لعب فيه المستوى البدني بتاعه اي احنا بنتكلم الفنيات دي تابع المدير الفني اوكي أما ما هو يمثل الصحة والمستوى الأداء يرتقي ده طب الرياضي اي بس اذا فعلا فيه فايل موجود فانت الفايل ده حيبقى انديكيت ان فيه وعرفت بقى ان فيه إجهاد ومفيش راحات هتعرف ان هيحصل إصابات تمام فبالتالي لازم تدخل اوكي لازم بقى فيه راحات فبالتالي من هنا احنا الفكر الاسلوب العلمي لازم تقدر من خلال الملف ده دكتور محمد تحدد العضلة دي او الجسم ده يقدر يخوت كمه برة مثلا على مدار الموسم كحدة أقصى نبص حدك أوروبا عملت ايه أوروبا اللي احنا دايما بنتعلم منهم خلى الموسم الرياضي الكروي 10 شهور من اول ماتش الاخر ماتش 10 شهور فيه شهرين براه تمام هل احنا عملنا كده لا طبعا ما عملناش كده ليه عمل كده لان فيه فترة راحة سلبية ثم فيه فترة اعداد بدني بيشوف المستوى البدني فيه نوصل عشان يرتقي بيه ويطلع بيه فهما بيعملوا كده فعلا بيعملوا ببنامج البدني بيخش يعملوا في بداية بنامج البدني بيبقى اعداد بدني اكتر منه يعني حتى بيبقى شيء مباريات ولا مشاركات بيبقى اعداد بدني اعداد بدني مش فني مش فني يبقى الفني عشان الحاجات اللي نقصة يبقى يركز فني قبل ما يبدأوا يشاركوا مع بعض في مباريات تجربية لكن البداية اعداد بدني بعد راحة سلبية احنا ما بنعملش ده لو عملنا ده اطمانا السنة دي تبقى دات عمل يعني الاهلي عمل ده بقرار اعتقد كان مدروس قبل حتى نهاية الموسم بانه دي راحة سلبية لمعظم اللاعبين اللي خدوا معظم المتشاط او المباريات اه بسوى اخدها بالتقارير يعني لما سامع ان دي مشاكل يعني قصدي ما بقتش روتين دي لازم روتين اجباري اي ونحن نتحرك في منظومة يعني عشوائية فبنحاول نتفادى عشوائية المنظومة ما ينفعش بقى فيها عشوائية لازم احنا بقول ملايين الملايين دي هتصرف عليها فلازم نحفظ عليها نحن نعشق العشوائية دكتور محمد حيك بتكلم فيه اه ثماني نعلم تلات مواسم يعني يجب ان يدرسوا في تاريخ الرياضة ازاي ما تنظمش مسابقات انا مش موجودة في العالم كله